سيات القرار يا كابتن المبهمة شوية لان مكتوب في حاسيات القرار ان محمد الشناوي تجاوز وطيب انت جبت التجاوز ده منين اذا كان مش موجود اصلا في التاريخ اللي بيحكم قال تجاوز والتجاوز ده هو اللي يقوله الحكم مش يقوله لنا ولا اي حد تاني مفيش حد في المنظومة يقدر يقول وإحنا قلنا سلطاته الحكم من سلطته كارتة احمر بناءنا على الكارتة الاحمر ده بقى تحط الحاجات اللي انت عايزها يبقى الكارتة الاحمر ده لسلوك وكذا والحاسيات ولا انه عمل كذا وعمل 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 ليه ديته كارتة احمر بعد المباراة لانه عمل كذا 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 فالكارتة الاحمر بيتفصل فيه التفصيل بقى اللي عندهم في اللوايح بقولك كارتة الاحمر للإساءة كارتة الاحمر للإعتراض كارتة الاحمر للتعدي باللفظ للتعدي بالجزء يبقى كل بس اساسا لازم يكون في ايه لازم يكون في كارتة احمر ليه حصل كده كابتن فاتحي من وجهة نظره؟ ليه حصل كده؟ حصل كده اللي أخذوا القرار هم يعني نسألهم السؤال ده